المريض اللي عنده مشكلة خاصة بيضاعف الجنسية يبقى عنده حالة أولاً من الإحساس بالخجل ثقافة بتاعت الشرقين كده وممكن ما يروحش يكشف عشان عنده الإحساس ده بعض الناس أحياناً بيكون عنده أعراض شيدة جداً أعراض بس زي ضعف مثلاً البول ضعيف بيقطع حرقان شريد في البول فطبعاً هو ما بيقدرش إنه هو يقيم علاقة جنسية سليمة إيه معنى كلمة فخضان أو ضعف رغبة جنسية؟ غيب الرغبة الجنسية من الحاجات اللي هي ممكن تأثر على الزوج والزوجة يعني ده بيسمرض بيصيب الرجل وبيصيب الست الاثنين أسباب ضعف الرغبة الجنسية أسباب كتيرة جداً حالك عارف طبعاً دايماً من أسماء الحاجتين حاجة أسماء أسباب نفسية وأسباب عضوية معظم الناس طبعاً عند سن 45 سنة أو 50 سنة بيحصل تدخم في البروستاتا بتضغط على مجرى البول وبالتالي المريض بيبدأ يشتكي يعني الأول عارفين يعني ضعف الانتصاب فهو ضعف الانتصاب هو عدم القدرة على حلوس الانتصاب يعني واحد ممكن ييجي إنه هو ما عندوش انتصاب خالص ممكن واحد ييجي يقول والله لما أجي قرب للزوجة ما يبقاش في انتصاب طالما فقد القوة والصلابة ده معناه عنده ضعف انتصاب موسيقى في شباب كتير بيشتك من صغر حجم العضو الزكري أو بمشكلة تبقى هاجز في انتصاب هو طبعاً ده من الحاجات اللي بنشوفها كتير قوي في العيادة ناس كتير جداً يمكن أكتر رسائل بتجننا على الصفحة عندنا على الفيسبوك وأكتر رسائل بتجننا على الواتس والويب سايل بتاعنا هو تكبير العضو الزكري موسيقى هل الضعف الجنسي الحديث فيه في المجتمع المصري والشرقي يتم بشكل كافي؟ لا الهرمون الزكورة ده بيحافظ على معدل ضخ الدم للعضو الزكري بيحافظ على النشوة بيحافظ على القصف بيحافظ على الإحساس نفسه بتاع العضو الزكري موضوع سرارة القصف من المشكل الشائكة جداً ومن أكثر الاضطرابات الجنسية شيوعاً وده بسبب الحركة المفروض إن الدم بيسري من الخصية في اتجاه الألب في اتجاه واحد بس علمياً بقى إن لو طفل عنده تباول الأراضي ممكن يكون عنده تاريخ عائلي أو تاريخ مرضي أو العيلة أو والد أو الوالدة عنده تباول الأراضي تسعين في المئة من ناس يعملوا كله كله مش حاجة واحدة منه تدخين وقهوة وأكل سريع وفاست فود ووزن زيادة ونوم قليل وقهوة أفلام غلط على النهاية الدكتور صلاح زيدان أستاذ جراحة الكلا والمسالك البولية والتناسلية استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بكلية طب جامعة الأزهر عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والمصرية والدولية لجراح المسالك البولية وأمراض الذكورة رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية طب جامعة الأزهر لأن البروستاتا مرتبطة بالجهاز التناسولي بعض الرجال بيعتبر الحديث عن مشاكلها أمر محرج لأنها بالنسبة لهم مرتبطة بالرجولة وهنا بتكمن الخطورة لأن تأخير وإهمال علاج تضخم البروستاتا خطير جدا نسبة إصابة الرجال بتضخم البروستاتا بترتفع مع تقدم العمر بعد سن الثلاثين واحد من كل 12 رجل يصاب بتضخم البروستاتا في سن الثلاثين للأربعين ما بين سن الخمسين للستين النسبة بتوصل لخمسين في المية وبتتخطاها لتمانين في المية بعد سن الثمانين الوقاية من الإصابة بتضخم البروستاتا أمر غير محسوم لأن الأسباب لا تزال غير معروفة إلا أن الكشف المبكر يضاعف فرص الشفاء أهلا بكم البروستاتا قصة مسيرة للغاية تضخم البروستاتا اللي هو أعراض عايزكم تركزوا فيها لأنها أعراض تلخبط ولأنه كبير السن يعني ممكن قوي يتلخبط فيه أعراض البروستاتا لأنها مرض تاني والخصوص اللي هو أخير عنده السكر والأعراض الشبه قريبة يعني مثلا في حاجة لازم ياخد باله منها قوي اللي عنده تضخم البروستاتا أنه هيلحظ أنه خروج البول عنده في ضعف حاجات تانية المهمة أنه فيه عنده حاجات كل شوية يصحى من النوم عنده لغبة في التبول عدد مرات الزهاب للحمام كتيرة بالليل بداية التبول نفسه فيه مشكلة فيه صعوبة في بداية التبول فجأة لازم يلوح لحمام دلوقتي ممكن النقط بول تسبقه برضو الحاجة المهمة جدا أنه مش مرتاح أنه حسس أنه فرغ تماما كمية البول وآخر معلومة أو آخر عرض يعني أنه فيه نقط بول ممكن نلاقيها بتضايق وده ممكن نخليه على فكرة يتوضى ويرجع توضى تاني يتوضى تالت يتوضى رابع لأنه كل شوية نقط البول ودي على فكرة من الحاجات اللي بدأ ناس كتير قوي تعالوا بقى نفهم البرستاتة النهاردة ونتشوف إيه أحدث الأساليب وخصوصا أنه الجرح توارد كتير أو تراجعت كتير جدا ونتيجة تدخل يعني أشياء حديثة جدا وأساليب وتقنيات حديثة جدا في عالم البرستاتة ضيف العزيز اللي بسعد جدا بزيارته لينا طبعا وبيساعدني دايما بحواره العلمي اللي من التراز الرفيع الأكاديمي الرائع وطبعا الإسم القدير في هذا المجال أستاذ الدكتور صلاح زيدان أستاذ جراحة الكلة والمسالك البولية والتنسولية استشاري أمراض الزكورة والعقم والضعف الجنسي ألأستاذ بكل الطب جامعة الأزهر عضو أجمعي الأمريكية والأوروبية والدولية والمصرية اللي جراحين المسالك البولية وأمراض الزكورة لإسم المتميز في هذا المجال أهلا بيك أهلا بكرة عامل ونورني أبدا خليك البرستاتة أول كلمة لازم نفهمها بس للناس إيه المقصود بالبرستاتة مكانها إيه مشكلة إنها يعني آآ آآ يعني يحصل فيها حاجة موقع حليق بهذه الدرجة من الحيوية آآ هو طبعا البرستاتة غدة مهمة جدا في نسب الإنسان هي غدة زكريا مش موجودة في الاناس بيبقى حجمها حوالي من 15 ل 20 جرام هي يعني حجمها كده قد حبة اللوز كده بقشرتها هي موجودة أسفل قاعدة المسانة وبتحيط بالجزء العلوي من مجرى البول بتبقى موجودة خلف عظمة العانة قدام المستقيم زي ما قلت حضرتك هي بتحيط بالجزء العلوي من مجرى البول فيها جزء اين؟ الجزء الخارجي زي كابسولة كده زي البرتقانة بالضبط برتقانة الخارجية فيها 10 والجزء الداخلي عبارة عن غدد يبقى فيها جزء اين؟ جزء غددي اللي هو الجزء الداخلي والجزء الخارجي اللي هو الجزء اللي في عضلي الحقيقة هي لها وظيفتين الوظيفة الأولى هو وظيفة إفرازية بتفرز المواد المغزية للحيانات المنوية وبتساعد في حركة حيانات المنوية لأنها توصل للبوايد الوظيفة التانية هي وظيفة ميكانيكية لأنها طبعا بتساعد في ضخ البول بتساعد في القصف السائل المنوي حقيقة البرستاطا لما بتكبر بيحصل منها مشاكل لأن الجزء الخاري ده لما بيزيد بيضغط على مجرى البول وبالتالي بيؤدي الأعراض هي طبعا من الجزء اللي هو الغامض شوية لأنه بيحط حواليها كثير أو من الشائعات لأنها بتكون مرتبطة بالحالة الجنسية الناس كتير بتعتقد أنه هو المصدر الزكورة في الجسم أو هي المصدر الحاوي للرجولة عند الراجل لكن حقيقة بيها غير كده خالص فهي طبعا بتشكل جزء حيوي وطبعا بفضل موقحها برضو أن هي آخر جزء في الجهاز البولي وبالتالي أي أعراض بتحصل فممكن بتأثر على المسانة تأثر على الكرة فالبرستاطا طبعا من الغدل المهمة جدا حقيقة إيه الأمراض اللي بتصيبها؟ هيا فيها أمراض كتيرة جدا بتصيب البرستاطا لكن أشهر هذه الأمراض بيبقى أول حاجة اللي هو احتقان البرستاطا أو التهاب البرستاطا الحاجة الثانية اللي هو تضخم البرستاطا الحاجة الثالثة اللي هو سرطان البرستاطا احتقان البرستاطا أو التهاب البرستاطا ده فيه منه حاجتين ممكن يكون التهاب حد وممكن يكون التهاب مزمن التهاب الحد ده بيبقى عبارة عن التهاب ممكن يكون بكتيري المريض بيحس بحرام في البول دخول حمام كل شوية ممكن من صاحبه ارتفاع في درجة الحرارة ألم بيبقى أسفل لعانة ألم بتسمع في العضو الزاكري هو طبعا بدا بيبقى علاجه وسهل وبسيط لأنه علاجه كله بيبقى مضادات حيوية هو بيساعد بيقلل الرغبة الجنسية في بعض الناس بيؤدي إلى سرعة القصر الالتهاب اللي هو الكورونيك بقى اللي هو الالتهاب المزمن ده بيبقى صعب شوية لأن المريض طبعا بيجي له أتاكس كله شوية بيجي له حرقام في البول بدخل حمام كله شوية اندفاع البول ضعيف تخطع في البول أحيانا بيبقى فيه ألم بتسمع في العضو الزاكري ألم ما بين فتحة الشرج والخصيتين ألم بتسمع في الشرج المريض قد يصاب بقصف مدمم قد يصاب بحرقام في البول أو دم في البول عبو الوحيد طبعا أنه هو المريض طبعا ما بيتحسنش بسرعة وبالتالي حتى بتفهم المريض طبيعية اللي عنده وبالتالي بتلاقي معظم المرضى بيلف عدة كترة بيخرج من الدكتور ده يروح لدكتور تاني لأنه ما بتحسنش لكن احنا لما بينفهم المريض وبينفهم طبيعة اللي عنده وأن العلاج هيطول شوية أحيانا بيمتدل ثلاث شهور فده طبعا من المشاكل الكبيرة جدا المشكلة الثالثة طبعا هو تضخم البروستاتا طبعا زي ما حولت لحضرتك برضو أن ده حاجة مشكلة بتحصل مع السن بيحصل تضخم في البروستاتا وبتقفل على مجرى البول وبالتالي المريض بيصاب بالأعراض إيه مشاكل أو مخاطر ومضاعفات من البروستاتا تضخم طبعا هو البروستاتا زي ما حاجة تفضلت كده وقلت في الأول الأعراض بتاعت البروستاتا أعراض طبعا كتيرة جدا أول حاجة ممكن يكون المريض جاي بأعراض حاجة اسمها تهيك في المسانة وممكن تكون أعراض انسدادية أعراض تهيك في المسانة المريض ممكن زي ما حاجة قلت برضو أنه بيدخل حمام كتير بالذات بيزيد بالليل تلاقي المريض ما بيلحقش ينام بقول يا دكتور نظابة المنبي أصحب الليل كل شوية داخل الحمام خارج من الحمام حاس نوه ما فرقش المسانة كويس أحيانا البول برضو بيجيله زنقة أو رغبة مليحة في البول ممكن ما يلحقش نفسه البول يفلت منه ممكن المريض يجيب أعراض انسدادية كلمة انسدادية يعني عنده سدد في البول يعني حاجة سدد المجرب بتاع البول وبالتالي المريض بدأ يشتكي ممكن يجيله ان هو أول ما يبدأ يدخل يعمل الحمام ممكن يتحايل على البول يحزق الجامع لشان البول ينزل ولما ينزل ينزل متقطع ممكن اندفاع البول يكون ضعيف ساعات المريض يقول ان المريض بينزل البول بينزل المتشعب بينزل خطين ممكن بعد ما بيخلص حمام حاس ان هو ما فرقش المسانة كويس أو في نقطة بعد ما بيخلص نقطتين تلاتة كده بينزلوا طبعا دي بيضايقوا علشان الصلة ودي بتبقى اكتر الحاجات اللي هي بتبقى مزمنة وبيددقى المريض مريض تاني ممكن ان هو مايرضاشه رايح مشهور ولا حاجة يأجل المشهور بسبب البرستاطة بسبب ان هو عايز يدخل حمام بعض المرضى مايشربش مية يقولك انا مش هشرب مية عشان مايدخلش الحمام طبعا دي من الاعراض الكبيرة جدا طبعا الاعراض دي لو يتثابت بيبقى لها مخاطر كبيرة جدا اولها ان المريض ممكن يجيله التهاب مزمن يعني ده كل شوية لقي التهاب في البول صديد في البول طبعا هو مفرقش المسانة كويس فبالتالي فيه كمية بول بتنزل فيه كمية تانية ما بتنزلش كمية بتنزلش دي بيبقى عرضة لتكوين الحصوات عرضة للتهابات المسانة نفسها ضخ المسانة على مجرى البول المسانة نفسها بتضعف مع الوقت وبيحصل فيه جيوب في المسانة الجيوب دي برضو عرضة البكتيريا عرضة للتهابات عرضة برضو لتكوين الحصوات أحيانا المسانة بتصاب بضعف والضعف ده ممكن يعمل ارتجاع للبول إن الصمام ربنا خلق البول بيمشي في اتجاه واحد من الكلة للمسانة لما بيحصل ضعف الصمام ده بيفوت يبدأ الميا نفسها ترجع على الكلة وبالتالي المريض ممكن ييجي بارتجاع ميا على الكلتين ممكن ييجي بفشل كلوي بعض الناس ممكن يصاب بسلس بولي يعني المريض لو يتساب فترة طويلة جدا ساعات لما بيجي له احتباس مزمن المسانة بدأت تضعف كمية البول هو بينزل شوية والباقي بيستنى جوه فهو متهاله إنه هو فرغ المسانة نيجي نفحص المريض نلاقي المسانة مليانة مشكلة الموضوع ده إن المريض ممكن يقلب بسلس بول وبيزاد بالليل يولى دكتور أنا منام بالليل يلاقي أصبح الصبح لأي نفسي متبول أو فيه ميا فبعض الناس بتشخصوا عنه هو تبول لا إرادي لكن مشكلته كلها إنه هو المسانة نفسها بدأت تضعف بدأ كمية الميا تزيد بدأ الاصمام نفسه يفوت بول وده بنسميه يعني سلس بولي أو بنسميه سلس بولي بالعربي سلس بولي طفل وده طبعا بتبقى من المشاكل الكبيرة جدا حتى علاجها بيبقى صعب شوية المريض جاء بكل الأعراض بكل المشكلات دي عايز شخص حالته يعني أنا عندي ضبخ مبارسطة ولعندي مسلا مسانة متهيجة الحقيقة هو يعني التشخيص بيبقى مهم قوي لإنه إحنا بكي إحنا عندنا في عادتنا كلنا معظم دكاتلة المسالك بيبقى عندهم شيط كده في العيادة ده بيعتمد أو بنعتمد عليها في التاريخ المرضي إن احنا بنقيم الأعراض بتاعة المريض حاجة اسمها IPS score ده بيبقى ده score كده عملته الجامعية الأمريكية سنة تقريبا 92 بتقييم لأعراض المسانة سواء كانت تهيك في المسانة أو أعراض إنسادية احنا هما الأعراض دول حوالي سبع أعراض بنيدي كل أعراض من دول من زيرو الخمسة كل ما بيقل يعني بيوصل للزيرو يعني هو ما عندهوش أعراض كل ما بيزيد معناه الأعراض سفير أعراض جمدة جدا وبالتالي المريض ممكن يعني منقيم السفيرتي بزيادة السكور بتاعه فيه عراض تاني اللي هو نبدأ نقول بقى في الآخر هو قادر يكمل كده ولا مش قادر نبدأ ندي السكور من زيرو لسبعة ده أعراض بسيطة ومفهاش أي مشاكل ممكن بنمشي حاجة اسمها يعني بنحطه تحت المراقبة أو تحت الملاحظة وبنفهمه الحاجات اللي هي ممكن يبعد عنها أو الحاجات اللي هي ممكن تؤدي إلى زيادة أعراض البرستات التقييم التاني بيبقى من 8 إلى 11 ده بيبقى متوسط ده ممكن يمشي علاج دوائي وما فيش منه مشكلة من 20 إلى 35 ده أعراض كبيرة جدا والأعراض الكبيرة دي في الغالب ممكن نبدأ معاها بعلاج لو ما بيستجيبش العلاج ممكن ندخل في مرحلة العمليات أنا عايز بقى أركز على تضخم البرستاتة الحميد هو الحميد يعني مش كانسر صح؟ تمام مزبوط آه سينايل اسمها سينايل الحقيقة هو تضخم البرستاتة دوت آآ يعني مالوش سبب واضح هو بيحصل حاجة بتحصل مع السن آآ زي الشعر اللابيض كده بيبدأ الإنسان كل ما بيجبر كل البرستاتة حجمها ما بيزيد الحقيقة ما فيش سبب واضح لتضخم البرستاتة كلها نظريات ولما بنقول نظريات يعني ما فيش سبب واضح أو سبب قاطع يقول إن فيه سبب واضح لتضخم البرستاتة حيات أسباب كتيرة جدا منها بعض الناس قالت إنه ممكن يكون تكاثر في الخلايا آآ بعض الناس قالت إنه ممكن يكون التهاب بكتيري أو التهاب فيروسي أو آآ التهاب متكرر في البرستاتة قد يؤدي إلى تضخم البرستاتة آآ أحيانا بعض الناس اللي عندهم تاريخ مرضي يعني بعض الناس اللي عندهم في العيلة والده حد قريبه يعني عنده مشكلة في تدخم قد يصاب بتدخم البروستات النظرية الحقيقة اللي هي المقبولة شوية اللي هي نظرية الخلل الهرموني يعني لو فيه اضطرابات في الهرمونات هرمون الزكورة قد يؤدي لتدخم البروستات العلاجات فيه دوائية فيه علاجات إراحية وفيه علاجات حديثة مزبوط هو طبعا الفترة اللي فاتت دي حصل طفرة كبيرة جدا في الأدوية احنا ديما بنبدأ بالأدوية سواء يعني حسب الأعراض الأدوية بتاعتمد طبعا على الاسكور يعني الأعراض بسيطة بقولنا زي ما حد حكنا بنمشي يعني تحت المرعبة الحاجة التانية بندي أدوية الأدوية دي طبعا حصل فيها طفرة منها حاجة اسمها الفا بلوكرز الفا بلوكرز دي كان بتشتغل طبعا على البروستاتا وبتشتغل على الشرايين حاليا دلوقات حصل طفرة بتشغل على البروستاتا بس بعاجة حاجة سيلكتف طبعا دي حاجة طفرة كبيرة جدا إن الأدوية المريض كان بيشتكل أول بضغط واطي إن الأدوية طبعا بتشغل على الشرايين فبتعمل فازو ديلايتيش بتعمل توسيع في الشرايين فالمريض ممكن يصاب بالضغط أو بضغط واطي يعني طبعا دي عامل طفرة كبيرة جدا في مجال العلاج الحاجة التانية بنضيف بعض الأدوية هي أدوية الألفا بلوكر بتشغل على المستقبلات اللي موجودة في البروستاتا مغلقات مستقبلات ألفا بالزبط الحاجة التانية بتشغل على الهرمون الزكورة دي مجموعة بتشغل هرمون الزكورة وبتقلل تحويل هرمون الزكورة إلى الأكتف إلى المادة النشطة بتاعته وبالتالي بتقلل حجم البروستاتا دي الأدوية عموما أحيانا بنضيف بعض الأدوية في بعض الناس بيكون عندهم تهيك في المسانة زي يدخل حمام كتير هو مش قادر يستحمل زنية البول أحيانا بنضيف بعض الأدوية اللي هي بتقلل نشاط المسانة بس طبعاً دي بتبقى بحذر شوية لان المريض ده بيبقى يعني اي حاجة ممكن تزود العرض او تعرض للبرد او تعرض للأدوية دي ممكن يدخله في احتباس بولي وبالتالي احنا بنديها بحذر فعشان كده استشارة الطبيب في الجزئية دي بيكون مهم جداً ثم جاء السليب الاحدث زي التبخير الحقيقة هو فيه السليب كتيرة جداً طبعاً وهي كلها موجودة مازالت موجودة حالياً الى الان منها الطرق الجراحية المنزار الليزر التبخير طبعاً الطرق الجراحية مازالت موجودة بس طبعاً هي كلها مشاكل شوية طرق الجراحية ان احنا المريض بيتعرض طبعاً كانت البروستات لما تكون زغيرة حوالي 80 جرام نقول ده بيعمل منزار البروستات لما تكون كبيرة فيه 80 بنبدأ نعملها بطرق جراحية الفكرة الجراحة ان احنا بنعمل يعني بنعمل بشير الغدة او بشير الجزء المتضخم من البروستات مشكلة ان هي كانت عملية احنا بنعملها بس يعني بنفس بنفس الجزء المتضخم من الكابسولة بتاعتها احنا بنفس شايفين فيها جزء كده بيتشال يعني بنشالها كده وانا مش شايف قابلية النزيف فيها طبعاً بتكون عالية جداً المريض بقى محضر له دم قبلها طبعاً دي كانت من ضمن المشاكل المنزار طبعاً جي بعد كده المنزار برضو من الطرق كويسة ومازال برضو موجود الى الان هو مشكلته الوحيدة ان احنا بنستعمل ماء معقيم او ماء معقم الماء دوت الماء دي ممكن ساعة ما بتشيل البروستاطا بالمنزار بيحصل يعني بيحصل امتصاص للماء وبالتالي بيبقى انا ببقى كون حازر جداً وانا بشتغل بالمنزار لان الماء دي قد ممكن يحصل لها امتصاص وبالتالي بتخش على الدم فبيحصل تخفيف للمعادن الموجودة في الدم فبيدخل في حاجة اسمات أو بيحصل أو الماء نفسها لما بتزيد ممكن تحصل حاجة اسمات يعني زيادة الماء في المخ دلوقتي حاليا حصل طفرة بقى دلوقتي في مجال التبخير دي حاجة اسمها طاقة البلازمة الطاقة دي بتعمل على تبخير البروستاطا بتخليها زي الرزاس كده فكرة البلازمة طبعاً دي بتشغل في محلول ملح محلول ملح دوت حاجة زي المحلول فيسيولوجي محلول فيسيولوجي بتاع الجسم فبالتالي ما فيش منه خطورة خالص احنا زمان كلنا بنخاف من وقت العملية في المنزار انا عيني على المونتور وانا شغال بحس بوقت العملية من اول ما ابدأ لو فيه اي او ردة اي حاجة فيه نزيف اولا حاجة بقى بيبدأ قفلها بسرعة عشان ما يحصلش امتصاص للماء لقى دلوقتي التبخير دلوقتي قابلية النزيف قليلة جداً الفيجن بتاعه او الصورة او بيبقى واضح فيه ميزة كبيرة جداً هو بيجمع الطرق الجراحية بيجمع ميزة المنزار بيجمع ميزة الليزر وبقى اللي تكلفة فبالتالي هو بنستعمله في المريض اللي هو عندو قابلية التجلطات عالية المريض اللي عندو سيولة الدم عالية جداً المريض اللي عامل قلب مفتوح او المريض اللي هو ماشي على دوية سيولة فبالتالي ان هو بيخل او ردة بيخل الشريم وبعد تبخير فيه ميزة كبيرة جداً ان هو ممكن ان انا نستعمله في الاتنين ان انا اعمل تبخير وفي نفس الوقت بأعمل استقصال وبينطبقوا أحيانا برضو على حجام كبيرة لأن دلوقتي شوفنا بقينا نشوف أحجام كبيرة في البروستاتا طبعا مع التقدم في السن ومع العلاج الدوائي فمتوسط أعمار الناس بقي زيد والعلاج الدوائي برضو بقينا نشوف حجم بروستاتا كبيرة جدا فبالتالي دلوقتي التبخير حل المشكلة دي وطبعا بيختلف طبعا أو بيعتمد جزء كبير جدا على خبرة الجراح يعني فيه ناس تقول لنا نحن بتشير الجزء المتضخم في البروستاتا وناس في المنزار لا احنا بتشير الجزء المتضخم بس شوية لأي ناس بعد فترة لأن البروستاتا رجعت له تاني بعد ست وشهور أو بعد سنة الحقيقة هو الموضوع بيختلف من خبرة الجراح لأنه ده ليه عامل كبير جدا في التكنيك في الشغل نفسه في المهارة فبالتالي هو بالحقيقة يعني هو ماجيك حاجة حاجة سحر دلوقتي الحقيقة عملت طفرة كبيرة جدا هقف قدام نقطة مهمة أوي أوي عملية البروستاتا فيه ناس تعتقد انها تؤثر على الانصاب فيه ناس ببعندها البروستاتا وبتعاني من اعراضها مش عايزة تعمل اي نوع من التدخلات مش عايزة خايفة على الانصاب او سمعت معلومة لا يا عم دي بتعمل ضعف جنسي او عاجزة هو الحقيقة طبعا هو عنده حق طبعا اللي بيفكر في الموضوع ده طبعا لكن هو الفكرة الارتباط البروستاتا بالضعف الجنسي كان بسبب الاعراض يعني قبل العملية بيكون بسبب الاعراض هو رجل عنده حرام في البول اندفاع البول ضعيف عنده قلم مش قادر استحمل فبالتالي مش هيفكر في الجنسي فبالتالي ده بيبقى هو اصلا عنده بيصاب بالضعف الجنسي والغالب بيبقى نفسي هي ان بعض الناس بعد العمليات بتاعة البروستاتا وخصوصا التبخير بيحصل تحسن كبير جدا بالله حوالي 30% من الناس بدأت تتحسن لان هو خلاص مشكلته بدأت تتحسن مشكلة البول بدأت تبقى كويسة احنا كنا زمان بالخاف من هو حاجة او في بعض الاستادز او بعض الدراسات بتقول ان هو حاجة اسمها وتأثير الحراري او تأثير الكهرباء على ان هو كان في عصب بيبقى ماشي وراء البروستاتا ده بيتأثر شوية فبالتالي بيصاب بالضعف الجنسي الحقيقة هي كلها دراسات لسه ما فيش حاجة قاطعة بتقول ان هو بيأثره لكن هو اثبت دلوقتي حاليا التبخير من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تأثيرها بيكون قليل جدا هو ممكن يبقى فيه تأثير على القصف شوية لكن تأثير على الانتصاب في الغالب بيبقى قليل اممكن حاليا دلوقتي كمان بعض الناس بدأت تعمل تكنيج جديد اللي هو بيحافظ على القصف بيسيب جزء معين اللي هو جنب الجزء اللي بيخرج منه السائل المنوي وبالتالي ده بيقلل موضوع ارتجاع القصف ارتجاع القصف المريض ممكن يصاب قصف مرتجع بعد العملية دي اشهر حاجة فبالتالي يقول مفيش قصف اساسا حاليا دلوقتي فيه بعض التكنيك او موديفكيشن شوية على الحاجة دي فبدأ القصف نفسه بدأ يتحسن فيه عجالة بقى هل يمكن الوقاية من تدخل برصات الحقيقة هو ممكن طبعا بس يعني فيه بعض النصايح طبعا بنقولها خصوصا بقى يعني هو فيه نصايح للشباب وفيه نصايح لكبار السن النصايح للشباب طبعا اللي هو الانسان اللي بتعرض لإسارات جنسية كتير ممارسة العادة السرية الناس اللي بتعرض للبرد فترات طويلة بعض الناس بقى شرب المياه الغازية الامساك المزمن طبعا لابتعاد عن كل الاشياء طبعا نبعد عن حاجات دي خالص الناس اللي هو بتعرض لاحتقانات شديدة الناس اللي بتحاول ساعة الممارسة الجماعة أو حاجة بيأجل موضوع القصف قد يصاب طبعا باحتقان البروستاتا أو التهاب البروستاتا الناس الكبار السن احنا بننصح طبعا بان احنا نعمل كشف دوري على البروستاتا أو كشف يعني في الغالي بقى 45 سنة الناس اللي عندهم تاريخ مرضي الناس اللي عندهم فوق الخمسين سنة برضو بنحاول ان احنا نعمل تحليل تحليل دلالات او رامل بروستاتا. ده ده حاجة معينة بتكشف او لما بتزيد بنشك ان يكون في مشاكل في البروستاتا. اه الاشاعة الموجات الصوتية طبعا دي بيدينا دلالة جدا على الكمية البول بعد التباول حجم البروستاتا الكلة هل في مشاكل او في مضاعفات ولا ما فيش. طبعا برضو بنحاول احنا ما نخلطش بعض الامراض وبعضها لان الناس كتير بتعتقد زي ما حالك قلت في الاول كده وبدخل حمام بيفكر ان هو عنده سكر. بعض الناس يقول لك ده املاح. طبعا خلط بين الامراض وبعضها او الاعراض وبعضها ده بيبقى مشكلة كبيرة جدا. كمان ناس اه مهم قوي انها تعمل لو خصوصا لو فيه تاريخ مرض بسرطان البروستاتا. طبعا مهم جدا. ده مهم جدا. جدا. اقول له قصة تانية هنتكلم عليه لكن البروستاتا تبقى من المواضيع الخطيرة جدا جدا وما فيش خلط ارجوك وما تخلزوش بنت رخم بروستاتا الحميد وبين سرطان المستطرة لدي قصة تانية خالص. ضيفي العزيز الاسم المتميز والصحب المقدرة العلمية المتميزة بسرط دكتور صلاح زيدام أستاذ جراحات الكيلة والمسالك البولية والتنسلية السجاري امراض ذكورة والعقم وضع في الجنسي بكلية طب جماعة الازهر وعضو جمعية الامريكية والاوروبية والدولية والمصرية الجراحي المسالك البولية وامراض ذكورة النواطيني. شكرا. شكرا لك دكتور خليكوا دايما معنا سهلا.